ودع محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة حجاج قرعة وزارة الداخلية قبل سفرهم إلى مطار القاهرة الدولي للسفر إلى الأراضي السعودية لأداء فريضة الحج لهذا العام وأكد محافظ شمال سيناء أن إجمالية عدد حجاج قرعة وزارة الداخلية لهذا العام بلغ 34 حجا من مختلف مراكز ومدن المحافظة ووجه المحافظ بضرورة تلبية احتياجات الحجاج طوال الرحلة وحتى العودة